النهاردة قرارت ربطة الأندية لمباراة الجولة العشرة بالدوري كالتالي تغريم الجهاز الفني لنادي سيراميكا كاليوباترا 25 ألف جنيه نظراً للاعتراض الجماعي على قرارات الحكم عقب مباراة الأهلي قرار رقم واحد القرار رقم اتنين النادي المصري بيتحمل ما تم اتلافه من جانب المدير الفني للفريق كابتن حسام حسن في مباراة أسوان ده طبعاً هيكون بناء على تقرير الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو والفار خلال أسبوع من تاريخ القرار وفي القرار رقم ثلاثة ومرتبط بقرار رقم اتنين الحادثة اللي احنا يعني شوفناها وكلنا تابعناها منضوع مشكلة حسام حسن كابتن حسام حسن والفار حيتم توقيع غرامة مالية على كابتن حسام حسن قدرها مئة ألف جنيه بتسدد خلال أسبوعين علشان اللي حصل من تحطيم الفار سواء كان تحطيم الفار ذات نفسه الجهاز أو تحطيم الشاشة في الماتش بتاع أسوان وكمان فيه قرار اللي هو ليه علاقة بإيقاف المدير الفني للمصري تلقائيا في حالة عدم سداد الغرامة خلال المعيد المقررة ومضاعفة العقوبة حال تكرارها مرة تانية